أنا عارف يا سادة المستشار إن اللي أنت مريد بيه كان صعب بس أنت الحمد لله قدرت أتجاوزه ليه بقى بعد الانتصار ده وفي لحظة النجاح عايش تسيب كل ده وتمشي يا معالي الوزير أنا مش بطر ولا حاجة أنا خدمت بلدي وهخدم بلدي برضو وأنا برا سلك القضاء عموماً أنا مش هواقع على الاستقالة دي دلوقتي وهديلك فرصة تفكر تسمح لي معاليك بس أرد ابني تفضل يا له أيوا سليم أي يا حبيبي لا طبعاً طبعاً جايلكم أنت وحشيني أهو يا سليم وانت كمان وحشيني أهو يا باب أنا سألت بو معهم سليم أنا طبعاً معدر أنك مش عايز ترعب والدته بس في معلمات مهمة لازم نعرفها الأول منها مثلاً سليم كان فيه بالزبط قبل ما تخطف كان.. كان تقريباً في النادي المكالمة كانت ثواني ملحيتش أعرف يا وجيبي ما ينفعش نقول تقريباً إحنا لازم نعرف كل حاجة وبدق وسيادتك عارف أنا أعرف حاجة واحدة بس إن أنا كنت مضحب نفسي عشان البلد دي وعشان شغلي وعشان القانون يا نيت إنتو كمان تشوف شغلكم يا وجيه البلد كلها معاك ومقدرة تماماً إنت عملت إيه بالزبط بس كلام سيادتي ليه هو منطقي لازم نعرف كل حاجة عشان نقدر نساعدك بالوقت بيمر يا وجيه العصابة ديات ممكن يكون دوافحة انتقامية في اللحظة دي وبس كلمهم في البيت وهم يصيروا ما يعرفوا ده جزك روت جايبكت ماما مشايزة روت ووه أنا واجيه أنا منال إه سليم أولاً اشتركوا في القناة